ترجمة نانسي قنقر خلال الفترة التجريبية لانطلاقها وقال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إن الوزارة إلى جانب الجهات الحكومية ذات الصلة بتطبيق القيمة المضافة ستعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية من خلال التأكد من سلامة إجراءات التطبيق السليم للقيمة المضافة منذ اليوم الأول لانطلاقها خلال الفترة التجريبية مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية استقرار السوق وتوفير السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سلاسة وانسيابية بما يضمن مواصلة تحقيق مسيرة التنمية ونمو القطاعات مع التأكيد على مراعاة احتياجات المواطني جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بنائب الرئيس السيد خالد نجيبي ونوها معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بأهمية التواصل مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للتشاور والتباحث حول آليات تطبيق القيمة المضافة مشيرا إلى التعاون القائم للتفاهم حول وجهات النظر والوصول إلى النتائج التي تخدم التطلعات التي تضع مصلحة الوطن والمواطن أولا وأضاف معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن الوزارة ستقوم بمراجعة آليات تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة التجربية لانطلاقها وأنها ستواصل التنظيم والمشاركة في سلسلة من ورش العمل للشركات والمؤسسات للتوعية بالجوانب الفنية والقانونية والإجرائية للقيمة المضافة وذلك ضمن الاستعدادات للتطبيق التدريجي مطلع العام الجديد من جانبه ثمن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة التوجيهات الملكية السامية وأشار سعادته إلى الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لضمان التطبيق السليم لضريبة القيمة المضافة من خلال مراقبة الأسعار والتأكد من تطبيق الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية مشيدا بالتعاون المستمر بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والذي له كبير الأثر في تحقيق النتائج المثمرة على الدوام من جانبه ثمن السيد خالد نجيب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين التوجهات الملكية السامية معربا عن شكره لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على فتح قنوات التواصل للتشاور والتباحث حول آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بما يعود بالنفع للوطن والمواطن ترجمة نانسي قنوات التواصل